يا صباح الخير على كل مشاهدي نايل لايف وشبكة انتين في كل حتة في الدنيا يا رب نهاية اسبوع سعيدة على الناس كلها النهاردة الخميس 8 مارس 2012 يا رب يوم سعيدة على الجميع معنا حلقة متنوعة جدا نهاردة من نهارك سعيد هنكون معاكم على الهواء لمدة ساعتين مباشرة قبل ما اتكلم عن اي حاجة في الحلقة اصبح على زماني صباح الخير يا نانيا صباح الخير يا عيدة صباح الخير يا فادي صباح الخير يا عيدة صباح الخير على كل ست بتشوفنا وصباح الخير على كل امرأة في كل بيت بتشوفنا في مصر وفي العالم كله بكل انحياز النهاردة يوم المرأة العالمي ولو قلت غير كده بقى باتحك عليكم انا منحاسة جدا للمرأة وحقيقي انه احنا لازم كلنا في الفترة دي نحط ادنا في ادنا بعض لان انا شايفة انه في اصوات كتير جدا بتحاول ان هي تقمع اصواتنا وتحاول ان هي تفقدنا حقوقنا سباح الخير يا عائد سباح الخير يا رانيا مرة تانية كل سنة وكل ستات مصر والعالم كله طيبين النهاردة زي ما قلنا زي ما رانيا قالت من المرأة العالمي العالم كله بيحتفل بنضال طويل للحصول على حقوق والحصول على حريات المرأة قدرت تحصل عليها بعد كفاح شديد فهي تستحق انها اولا نقولها تحية كبيرة ونقولها شدي حلك في الفترة اللي جاية كمان النهاردة طبعا في مسيرة دخمة لنساء مصر المطالبة بمجموعة من المطالب يمكن ابرزها انه يبقى فيه مشاركة حقيقية للنساء او للمرأة يعني في لجنة صياغة الدستور او لجنة تأسسية للدستور بيطالبوا بخمسين في المية فالحاية بيشارك في المسيرة المسيرة تبقى الساعة اربعة النهاردة يوننا نهاردة محزل المرأة بشكل عين هتتحرك من عند لقابة الصحفيين لمجلس الشعب للأسف الشديد لحد الوقتي مش لقين اي امرأة بتمثلنا فيه وبترفع صوتنا وفي عدد قليل جدا بس انا برضو انا عايزة اقول كل سنة وكل 6 مصرية طيبة بعد ايه؟ بعد ايه؟ يلا نقول فقاراتنا بقى من نهاردة ايه؟ الحقيقة هيكون معانا اول فقرة مع الكاتب الصحفي الأستاذ أشرف البربري ودي هتكون مع فادي ودي هتكون طبعا فقرة الصحافة بعد كده هيكون عندنا ايه؟ هيكون عندنا فقارات طبعا يكون عندنا ماروة مأمون الصديقة العزيزة والشاعرة العظيمة وهنستمتع بشوية أشعار كده ويا ربا بس ما نتقبتش علينا بعدها كلنا ماروه مامونة تولينا مجموعة من أشعارها النهاردة فاللي بيحب الشهر واللي عارف طبعا ماروه مامون يتابع فقرة خاصة جدا وهيكون معنا كمان فقرة عن رحيل أحد أبطال أكتوبر توفق أمس وهو كان أحد قادة القوات المسلحة المصرية قادة الفقه التانية مشالة قامت بأسر اللوى 190 مدرع الإسرائيلي بقيادة العساف ياجوري في حرب 73 وهو كان الفريق حسن أبو سعدة هنتكلم معه يكون ضفنا الكاتب عبد المباشر هنتكلم معاه بالتفصيل عن تاريخ هذا الرجل العظيم هيكون كمان معنا فقرة الحقيقة فيها الكاتب والإعلامي رؤستاذ شريف الشباشي هنتكلم معاه عن الأحداث الجرية الناس متلعبطة مش عارفين تينكيزوا في إيه لجنة التأسيسية اللي هتحط الدستور ولا انتخابات الرئاسة اللي على واشك البدء يعني الناس الحقيقة في حالة من اللغبطة هنحاول على قد بنقدر نلتب أفكارنا وأفكاركم من خلال كلامنا في الأحداث الجارية خلونا كمان نأكد على أنه لما بنقول يوم المرأة العالمي وإن إحنا منحزين المرأة المرأة معناها على فكرة تقريب المجتمع كله لأن المرأة هي بتبقى أم الشهيد ومعرفش لي قيمتها بتعله جدا لما تبقى أم الشهيد بس هي في الآخر هي في الأساس مرأة وهي الأخت وهي الأم وهي الزوجة وهي كل التفاصيل دي فالنهاردة هنتكلم عن يوم المرأة العالمي بس عشان نباين أنه إحنا مش منحزين هيكون عندنا رجل هو اللي بيتكلم هيكون معنا مستاذ جمال زايدة مدير تحرير الأهرام للشؤون السياسية هيكلمنا عن يوم المرأة العالمي بس خلونا نعطون نبتدي بفقرة الصحافة دلوقتي حالك لنوبيد